استعرض مجلس محافظي البنك المركزي العماني خلال اجتماع التطورات الاقتصادية والمالية في سلطنة عمان قلال الفترة الأخيرة من بينها الإبقاء على سعر الفائدة على عملية إعادة الشراء الريبو دون تغير عند 5.75% واطلع المجلس على التعميم الخاص بالأنشطة المصرح بها لشركات التمويل والتأجير التمويلي واطلاق المرحلة الاولى للمنصة الوطنية لتحقق من اجراءات اعرف عميلك وتسجيل العملاء الكترونيا ونقش المجلس عددا من الدراسات بشأن القطاع المصرفي في سلطنة عمان من بينها دراسة عن مؤشرات سقف سعر الفائدة على القروض الشخصية واداء مزودي خدمة الدفع الالكتروني المرخصة والاطلاع على عدد من التقارير المتعلقة بمؤشرات السلامة المالية للمصارف واشد المجلس بالدور الذي يقوم به البنك المركزي العماني في رصد ومتابعة التطورات والمتغيرات التي لها علاقة بالوضع المالي والنقدي في سلطنة عمان ترجمة نانسي قنقر